بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من علامة زوليتي لغاية تجدد اليوم وعدد من الموضوعات والغضايا المعتاد مرحبا بكم صراع الناظر سيد محمد الأمين ترك ولجنة التمكين يمكن هذا الحدث الذي شاغل الساحة السودانية بشكل عام من خلال يومين ثلاثة ومنذ 30 يونيو وأحداث 30 يونيو وما صاحب تلك الأحداث يمكن هذا الحدث الأبرز بل إضافة لتطوراته التي وصلت حتى هذه اللحظة لإغلاق شارع وإغلاق العغبة وغطعت طريق إلى بورسودان وولاية البحر الأحمر هذا تزعيد كبير جدا بالنسبة للخلاب بين الناظر تيريك ولجنة التمكين المتابع للأزمة دي بيفهم أنه في النهاية هي بالسوق إلى هذه المحطة الحقيقة يعني ما في زول بتمنىها لأنه البلد تدخل في هذه الدوامة لكن طالما أن الصراع كان مع مجموعة من الناشطين ومجموعة من العابسين فطبيعي أن النتيجة تصل بهذه الطريقة الحقيقة الناظر تيريك والمجموعة الكبيرة الموجودة في نظارات البجة والعموديات المستقلة اللي هو يعني برأسة مطالبه كانت واضحة أنه عدم الاستهداف ومطالب قديمة مرتبطة بحق الشرق وبلايات الشرق في القسمة القسمة التي تمت في اتفاق جوبا اللي حقيقة كان اتفاق ظالم واتفاق حقيقة يعني غير عادل للأطراف السودانية إلا مجموعات محددة التي وقعت على الاتفاق وتقاسمت الأشياء وسموا بعض الأسماء الغير حقيقية المسارات التي وضعت للمناطق الأخرى غير دارفور وكانت مجرد مشاركة رمزية وشكلية لتمرير هذه الصفقة التي تمت بين مكونات الحركات المسلحة في دارفور وبين الدعم السريع وغايد الدعم السريع حميتي كانت واضحة جدا وهي حقيقة اللي بدأت منها شرارة الخلاف والاختلاف والمشكلات اللي حادست في الشمال وفي نهر النيل وفي كردفان وفي الوسط بسبب اتفاق جوبا القضية التزعيد الآن هو ليس باتفاق جوبا ولكن للتبيعات التي أصبحت تكسر وتتكاسر بعد ما تم الخلاف والاختلاف على طبيعة المسارات في اتفاق جوبا وجل الخلاف مع الناظر تيريكا اللي تم في 30 يونيو بعد تم اعتقال مجموعة كبيرة من أبناء النظارات والعموديات المستغلة الموجودة في البجة فذي كانت سبب الخلاف الكبير بعدها دفع تيريك بمطالب وبتحذير وتهديد في أنه حيضطر أن يغلق الشارع على ولاية البحر الأحمر في منطقة العقبة والمناطق المدخلة لولاية البحر الأحمر لم تتم استجابة ولم يتم التعامل مع القضية كما تستحق لأنه عودونا الناس اللي قاعدين الآن على مستوى الدولة من الناشطين ومن الغير مؤهلين حقيقة لأنه ما بيستجيبوا إلا للذي يملك الغوة وشوفنا استجاباتهم لمن يملك السلاح وخضوعهم للابتزاز وإلى الغوة لكن المنطق والعدل والعدالة ما موجودة الحقيقة في كل هذه الأزمة ما شفنا في تفاعل حقيقي المكون العسكري مجلس السيادة نأى بنفسه وينزوى من الصراع وحقيقة صمتوا صمت أهل الغبر وتركوا السودان للمجهول إنه يحدث ما يحدث الشرق وبكل أهمته وحساسته الآن هو بواجه مصير عجيب والحكومة صامتة وساكتة ومخلي الموضوع كله للجنة التمكين لوجه صالح لصلاح منع لمجموعة من الذين لا يعرفهم الناس حتى يعني يتحكموا في مصير السودان وأمن السودان والأمن الغومي والمنطقة الاستراتيجية والموقع الاستراتيجي للسودان يعني الآن هو ظهر السودان حقيقة مكشوف والدولة ما موجودة وتركين الأمر لمجموعة من النشطاء والعطالة اللي هما بدوروا الآن في البلد بهذه الطريقة لما انجا والله حقيقة المزألة دي السبب فيها الأول إنه الناس الموجودين على الحكم وعلى رأس الحكم الآن ما بعرف السودان وما بعرف السودانيين وما بعرف التفاصيل بتاعت العمدة والنظار والإدارات الأهلية ولا حتى الخصوصية خصوصية المناطق يعني ما بعرف الخصوصيات بتاعت الناس التعامل مع مع التفاصيل والتعقيدات والتغاطعات ما بعرف لها عشان كده النتيجة دي هاليا حمدوك ما بيق حمدوك دي وربعين سنة حمدوك دي ذاته هسي ما متحسس إنه في ناس ما لاقين يأكلوا وإنه الناس ما بيقدر يكشوا السوق يشتروا إنه ما بيقوا الرغيف إنه ما بيقوا اللحمة إنه ما بيقوا الزيت ما بيقوا السكر الكلام ده هما متحسسوا لا هو ولا حتى حكومته ليه لأنه أقلب الناس دي هما يا نشطة بتاعين سوشال ميديا وبتاعين معارضة بتاع الكيبورد أو ناس جايين من بره جوبس طوالي مطار الخرطون طوالي لمجلس الوزراء أو للغصر أو لمكاتب الدولة وذي النتيجة عشان كده طبيعي إنه القوم ما متحسسين وحتى الآن هما بدوروا في الفتنة أول هذه الفتنة بعض القضية بتاع النازر تيريك اللي غرر المجلس الأعلى لنظارات البجة البجة والعموديات المستقلة بعد اجتماع بأركويت في البحر الأحمر دام لثمانية ساعات برأسة النازر النازر تيريك غرر التضعيد السوري وإغلاق طريق العقبة وخط السكة حديد وقال المجلس أنه غرر التضعيد السوري لعدم تجاوب الحكومة مع مطالبه بالاستجابة لمخرجات مؤتمر سينكات كما إنها لم تطلق صراح المعتقلين في موكب 30 يونيو من أبناء البجة وقال إن المجلس سيستمر في التضعيد السوري اتداء من الحالي عشر اليوم يعني وربما يمتد التضعيد لإغلاق الميناء دعصة بالسودان ودورت بوارت السودان ودي الفتحة الوحيدة اللي بتنفس منها السودان بسوقوا فيها الناشطين ناس صلاح منع ناس وجي صالح ناس محمد الفكي وهلوم مجرة من البشر القاعدين في المجلس التشريعي ولاية الخرطوم بسوقوا والناس كلها واقفة تتفرج في هؤلاء وإنهم بيعملوا في البلد هذه العمائل وزول قادر يتكلم معهم عساكر ساكين رئيس وزراء ما جايب خبر رئيس وزراء بيعمله في مصائب عشان أوريكم المصيبة بيعمل فيه رئيس الوزراء الجاية هذا هو من المتوقع أن يصدر بيانا من المجلس بتفصيلات أكثر خلال الساعات القادمة الآن التضعيد مستمر تيريك يتكلم طبعا اللجنة الأمنية بالبحر والأحمر غررت إلغاء جميع الرحلات المتجهة لبرسودان اليوم وده بيان تم إرساله للبعصات السفرية وإنه الطريق مغلق وحيسمحه فقط بالمغادرة من ولاية البحر والأحمر وإن الشركات كلها ويكفت تيريك تحدث عن أنه جاهز أنه يعني يفاوض لحل وقال أنه بيشترثني أنه يكون رئيس الوفد التفاوض هو الفريق شمس الدين الكباشي أو أي من أعضاء المجلس السيادي العسكريين وحدد تيريك مطالب المطالب بإعادة فتح العغبة وإطلاق سراح المحتغلين وإعادة تكوين وترتيب لجنة التمكين ويرجع كامل صلاحياتها للشرطة وجهاز المخابرات العامة دي مطالب منه مطالب تيريك ونظارة البية والعموديات المستغلة اللي حقيقة هي بتمثل العمق بتاع البحر الأحمر وبتاع ولاية الشرق مع الضبائلة التانية فبالتالي ديل دارين تعامل تعامل بمنطق ما التعامل بتاع المشاطاء اللي هم ما عارفين يعني ديل حتى الآن مفترض أنك تشرح لهم يعني شنو بيجا ويعني شنو نظارات مستغلة ويعني شنو عموديات ويعني يعني النازل ما بعرفه عشان كده في نهاية حيودوا البلد دي في داهية المصيبة الكبيرة إنه في فتنة بتدعمي يعني حمدوك قابل ناظر الأمرار اللي هو الناظر علي محمود وقابلته لجنة التمكين ده في الوقت يعني الآن وقت بتاع أزمة وصراع وفتنة ده بيجوا بقابله الناظر ده اللي هو باحتبار أنه وكأنه ضربة للبيجا أو للعموديات المستغلة أو للنظارات التانية دي في إنه في ناس من الشرق نحن بنتكلم معهم وبيطلع بيصرح هذا التصريح الغير مسؤول يعني دي دي بتوري حاجة واحدة إنه فعلا البلد دي الآن بدوروها ناشطين ما في رجال دولة ليه لأنه ما ممكن إنت في فتنة زي دي وفي بلد زي دي وفي وضع زي دا إنت دا تقابل ناظر آخر عشان تحاول ترثي الرسالة وإيجي الناظر علي محمود يصرح تصريحات للإعلام عشان يقول شنو عشان يعني تغير بها وكأنه قد تغير يعني الوضع الموجود ناظر الأمرار قال حمدوك سيزور البحر الأحمر للوغوف على مشاكل الولاية وقال الناظر علي محمود أن الرئيس الحكومة دكتور عبد الله محمود حمدوك سيزور ولاية البحر الأحمر للوغوف على كافة مشاكل الولاية ومناقشتها مع مجتمعاتها المحلية خليه يمشي طيب لو المشاكل أصلا بحلوها يمشي ويستقبل حمدوك بمغر مجلس الوزراء وفق قبائل العموم الأمرار وأمن حمدوك على مبادرة الناظر علي محمود ناظر القبيلة لدعم السلام والاستغرار بولاية البحر الأحمر مؤكدا من اتزام الحكومة الانتقالية بمساندها لحفظ التقاليد العريقة للتعايش السلمي بين مختلف مكونات شرق البلاد بحكمة الإدارات الأهلية وضع الناظر محمود في تصريح صحفي أهل الولايات الشرقية إلى أن لا يكونوا بحايا للسياسيين لم يسميهم وأضاف قدمنا اعتذار لأبنائنا الذين شاركوا في تظاهرات 30 يونيو الماضي الذين أتوا من الولايات مضللين وهم بلا هدف سياسي أو استراتيجي وأكد غبول رئيس الحكومة لكافة المطالب التي تقدموا بها يعني دفتنا حقيقة ما بعدها فتنا أنا والله أربع بناظر غبيرة الأمرار أنه يعني يدخل في حتة زي دي ويعني يحدث أو يحدث فتنا في الولاية أو في المنطقة أو في الشرق وحقيقة هو ما بيقدر حل المشكلة لأنه مشكلة معقدة طريق بورسودان إغلاغه حيث ترتب عليه مشاكل كبيرة المشاكل الكبيرة إنه البلد ده ده بودي البلد لانقسام لانفصال يعني وحقيقة الدعم كبير جدا لنظر تيريك من الرشايدة ومن الفعاليات المجتمعية والفعاليات السياسية لأنه على حق المفارعة بين تيريك والآخرين ونظرة الحكومة للناس بيقدت وكأنها بالسلاح يعني البلد بيقدت تدور بالسلاح الراجل هو الذي يملك السلاح ده المفهوم اللي وصلته الحكومة دي للناس إنه عنده سلاح وعنده قوة ده بيفرض أجندته وده بيحترم لكن الزول الفاهم الدار يتناغش الدار يحاور الدار يمشي للعدالة يمشي للقانون يمشي لدولة العدالة دولة القانون القيم الكلام ده ما عنده نازل لأنه لو زول مسالم وبين لسانك وبتدافع عن حقك يهو بيحتغلوك زي الاحتغالات البتمدة وزي التشهير وزي التنكيل البتمدة حمد علي جزولي الرئيس حزب زول ما عنده غير صوته ورايه وقلمه مزجون له سنة وزيادة معمار موسى ناشط ومعروف وسياسي وبيرأس تيار مسجون له أكثر من سنة لأنه ما عنده سلاح أنا دشل بفهمه كده الآن والآخرين راشد تاج السير جمعة عريس حامد عبد الرحمن والمحتقلين الآخرين من الأحزاب غيادات الأحزاب الأخرى وكل المحتقلين بيعتقلوا ليه لأنه هما بيطالبوا بالعدالة يعني للآن هما بيمشوا للنايب العام رئيس القضاء وبتابعوا في القرارات العادية في الإجراءات العادية إجراءات القانونية لكن الدولة الآن المحكومة دي المحكومة بالرجالة دي ما بتستجيب إلا لصوت الرجالة الصوت الماشي فيه ترك إنه يجيب حقه أو الدارين تعمله أعمله ما هو ترك بيقول لهم كده إنه نجيب حقنا وإحنا حتى الآن بنطالب بالحق السلمي نقيف نقلب شارع نعمل نعمل وإن دارين تصعيدوا حنصعيد ده كلام ترك زي ما أنتو بتستجيبوا اللي عنده السلاح وبتسجنوا الأبرياء والناس اللي بيطلعوا يعبروا عن نفسهم بصوتهم أو بموقفة سياسية ما هندي لسي مسجونين لهم كم سنة واحتقلين سياسيين الآن طلعوا غرار عشان يطلعوا أفراد مؤتمر البيجاء اللي قبضوهم استهبال في 30 يونيو لكن ما بيفكوا تانين لإيه لا ندل عنده والناس ضغطوا حقيقة الدولة الآن النازل بسوقوها للمزألة بتاعة الغوة وحقيقة أزبطت الغوة اللي بملك السلاحة ممكن يبقى في المجلس السيادي فوق بدون مؤهلات وممكن يجي شارك في اتفاق وممكن يبقى في مجلس السيادي وممكن يبقى وزير وممكن يفرط أجندته ما الحكومة هي بتفاوض الحلو عبدالعزل الحلو بيجي بقول ألغوا الزكاة والغوا الشريعة الإسلامية والغوا اللغة العربية والعطلة مدبقوا يومجيم على أنه ذا تمييز لبلد 98.9% المسلمين بيجي واحد عبدالعزل الحلو بيفرد حياته وبتقعد معه كل الحكومة دي تفاوضه تفاوضه في حاجات ضد الشعب السوداني يعني الشعب السوداني ده كله ضد التوجه ده وضد الحاجات اللي بقوله فهذه ما بتشبهها الشعب السوداني بيجي بفاوضه واحد ما بمثل 1.99% من الواحد ذاته يجي بفاوضه لكن ما بفاوضه الناس التاني ولما نيجي الناظر ترك يعبر عن نفسه كده يجي يقوله نظام سابق ويجي يقوله المفروض يحسموه طيب ما تحسموا الحلو الجاي عشان يعني جاي يفسد حاجات الشعب السوداني يقول لا وبيفرض أجندته لأنه عنده سلاح ولأنه فعلا السلاح أثبت إنه هو الأمضى واللي هو بيحقق الأهداف في ظل غياب الدولة وضحف الدولة للأسف هذا الواقع الناس ديل بيستجيبوا للطابع بتاع الرجال للأسف يعني لأنه قاعدين ديل ناشطين وحتى المجموعة من العساكر المتنفذة عندها أطماع وعندها يعني أطماع برضو حق السلطة فبالتالي هم بيستجيبوا للأقوى وللأقدر ما بيستجيبوا لمنطق ولا لعدل ولا لقانون كممكن في الحلقة دي نقعد نهاجم الناظر ترك ونهاجم العموديات المستقلة ونهاجم النظارة كممكن نهاجمه باعتبار أنه مقام بسلوك ما في داعي له في دولة القانون ودولة العدالة كيف أنت تكفي الشارع؟ لكننا ما شايفين النماذج شايفين البلد يتدور كيف عشان كده ما بقدر ألوم ترك ولا بقدر ألوم البيجا ولا بقدر ألوم المجموعات الكبيرة في البحر الأحمر وفي الشارع وحتى الفعاليات التي شفناها في الخرطوم وفي السودان كله اللي بتدعم الناظر ترك مجموعات كبيرة من القبائل ومن المشاطاء السياسيين ومن الإعلاميين ومن غيره بيدعم الناظر ترك وبيدعم البيجا ده ليه؟ لأنه في ظلم واقع لأنه في خلل في الهيكل بتاع الدولة عشان كده أنا كنت أتمنى أنه في مكان هذا أهاجم الناظر ترك وهاجم الفعل ده أقول ده فعل ما قانوني في دولة الغانون لكن ما في دولة الغانون وترك عبر عن نفسه بطريقة سلمية لأنه في زول قبل كده جابي استلاح قال داري غير حاجات الشعب السوداني غيام الشعب السوداني مبادئ الشعب السوداني دين الشعب السوداني داري غيروا بسلاح ودير كلهم عساكرة على مدني بيش يخضعوا له طيب أنا ألوم ترك كيف لو داري ألوموا ألوموا كيف لكن بالوم اللي بيعملوا في الفتنة يجبون النظار بتاع القبائل التاني ويتكلموا معها ويفتكروا إنهم كأنهم بيتجاوزوا يتجاوزوا طيب مشافتحوا الشارع ده ما دي زي القصص اللي بيعملوها مع الناس يعملوها يزجنوا ناس ويحتقلوا ناس وينكلوا بناس ويخافوا من الناس سواء كان لدينا التمكين ولا الحكومة ولا الناس المجموعات القادمة عشان كده شفنا الموقف بتاع والي البحر الأحمر عبدالله شنقرأي لا نزول من الولاية ومن المنطقة ومن التفاصيل فعارف عارف الحياة دي عشان كده هو حريص على أهله وعلى منطقته وعلى التفاصيل وتضاريز بفهمه ديل ما بيفهمه عشان كده حاولينه يحلح للمشاكل أنا أفكر أنه عبدالله شنقرأي كواحد من أبناء الولاية وأبناء المنطقة وأبناء الشرك هو أقدر في أنه يتفاوض مع الناظر تيريك ومع المجموعات الكبيرة دي عشان يحلل الأزمة دي وحقيقة الموضوع السي ما الناظر تيريك بس موضوع أنه مجموعات كبيرة من القبائل ومن السكان ومن الناس البعيدين مؤيدين له لأنه شايفينه على حق شايفينه البلد ما شاكل أنا ما محتاج أقعد في السير كتير تصرفات اللجنة لجنة التمكين اللي على رأسها صلاح منع وجدي صالح ومحمد الفكي وعدد من الأشخاص حقيقة ويهاب ويهاب الطيب البحسي مع وجدي البحسي مع صلاح منع حزب الأمة حزب الأمة تجربة حصادقة ولم يستهاجم اللجنة واللجنة هي موجودة بشكل أساسي بمسطلة واحد من كوادر حزب الأمة يعني حقيقة تناقض كده عجيب وبعض الكوادر الموجودة في اللجنة شفنا المسلسل لما نزاره محمده اللجنة دي بتضرب في النسيجة الاجتماعي بتاع البلد وبتضرب البلد في مقتل شفناهم قبل كده لما هم بهددوا لأنه نحتغل الشيخة طيبة جد الشيخة بدور ومضوّن بان ودارين احتغل النازر ترك طيبة تحتغلون انتم مرة تحتغلوا ديل ما بتقدرو ديل لأنه هم ناس سلميين ناس محترمين لما لما الشيخ لما الشيخ الطيبة جد دعم الخروج على الحكومة ويصغاطها ديل قالوا لفوا كده ودوروا وسكت ورجعوا لكن لمن عبد الرحمن الخليفة المحامي طلع في الشارع عبر عن رأيه قبضوا احتغلوا ومنعوا منه الدواء المحامي نغيب المحامين والرجل الغانوني المعروف يعني قبضوا طوالي ومنعوا منه الدواء كمان لكن ما بقدر يقبضوا طيبة جد ولا بقدر يعمل يترك حاجة لو يدتوا رجال أمشوا أعمل لهم حاجة لو عندكم غانون نفذوا غانون ده الغانون ده الآن بينفذ في البسيط والمسكين في المأسي قلم أو بتكلم أو بعارس سلمي لكن العارفين انه عنده ردة فعل قوية اياً كان شكلها كيف ما بقدر يعملوا حاجة وبس دي بيتعبر عن وضع معين انه الوضع الآن ده موضع دولة ده موضع بطاع عصابة 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 كبيرة العصابة دي شغالة في السودان قطيع تجويع إفغار قرارات اقتصادية إهلاك للمواطن شغالة تقطيع بالجهة الثانية في العدالة وتجزئ فيها وتظلم الضعيف وتنصاع للغوي القضية بتاعة الشرك دي قضية كبيرة حقو الناس تنتبه لأنه النشطاء ديل بودروا البلد دي القصة الآن ما قصة حكم ولا قصة إنه ظلم بيقع على أشخاص ديل دارين يقسموا البلد الاتفاقية بتاع الجوبة الآن مصيبة الشرك دي الناس ديل بيسوقوا البلد إلى الجحيم فاصل غصير ونواصل أهلا بكم من جديد شوفنا أميس في الأخبار والنشر التي طلعت من النيابة العامة بحالة النيابة العامة لبلاغ المدون دي مدير جهاز المخابرات أو جهاز الأمن السابق الفريق صلاح قوش للمحكمة المقتصة في غضية ما تسمى بخلية الأمن الشعبي شوفنا الأحداث دي وشوفنا حتى الأحداث التي عملوا بها مع صلاح قوش اللي كان جزء من الواقع السياسي الموجود الآن يعني باحتراف غيادات الأحزاب نفسها الاجتماعات التي تمت بحضور الإمام الراحل الإمام الصادق المهدي والحسين من البعث ومحمد يداعى من البعث وعدد من الناشطين في منزل عبد الرحمن الصادق المهدي وإنه كيف هو أن نسق ورتب معهم للمشهد الموجودة لكن لأنه المشهد كله انقلب رأسا على عغب فكثير من الحاجات تغيرت من أولا التنكر حتى اللي صلاح قوش اللي ساعد في هذا الواقع وجات الرياح بما لا تشتهي السفن حتى صلاح قوش بيقى مطارد وبيقى ما عارف يعمل شنو إلا إذا عنده حاجة يعملها يضر النازل وبالمرة يضر معاون الشعب السوداني لأنه أذية على البلد يعني الجوع والفقر والفشل اللي يعني حقيقة الآن بيوحل فيه هؤلاء ده الممكن يقدر يعملوا صلاح قوش لأنه هو كان بيفتكر إنه سهيق صلاح ولكن يتضح إنه لأ في حاجات كثيرة جدا ما في اليد الميم كله مع النازل يحسوا دار يعملوا حاجة يجيوا يفتحوا يقولوا صلاح قوش والإنتربول دارين نقبضوا دارين نجيبوا وشفنا قبل كده وشفنا اتهامات قبل كده ووجهها لهم حميتي بنجوبة أيام الحراك بتاع هيئة العمليات لما كان دارين نصفوا هيئة العمليات لمصالحهم الخاصة ولأطماحهم وأطماعهم بعد حميتي ذاته سكتاني ما جاء بسير الصلاح قوش ودهل ما في شخص فيهم قاعد يجيب سير الصلاح قوش أصلا الناس بتسأل ذاته لماذا يجيب سير الصلاح قوش اللي هو كان مدير الجهاز الآن لكن لأنه الناس كلها عارفة الناس الذين كان لديهم شنو مع الصلاح قوش فما بقدروا يعملوا حاجة فكلما يكون دارين نخدر الناس يطلعوا يقولوا دارين نقبض الصلاح قوش الصلاح قوش معروف قاعد وين اقبضوا جيبوا صلاح قوش معروف وين شوف الأنتربول باتفاق سياسي اختطفوا سيقولوا جيبوا حاكموا ماشين لثلاثة سنوات ما قادرين تجيبوا ليه ما قادرين تجيبوا ولا هو بريء ولا هو لوصلكم للحكم ولا السيناريو شنو يعني ما كله مرة تجيبوا لنا تقول لنا دارين نقبضوا وفي نشرة في الأنتربول وما في حاجة مرة يقول لك صلاح قوش قاعد في الخارطوم مرة يقول لك مجتمع معاون مرة يقولوا انه هنساقوا للتغيير يجي تاني واحد يقول لك لا تفاصيل كثيرة جدا الناشط أحمد الضي بشارة يتكلم في لايف وتحدث حديث وقال انه بتحمل نزوليته انه لو في طرف او جهة او شخص داري فتح في نبلاق يتفضل يتكلم عن صلاح قوش وعلاقته بالمجموع عادي نس وجه صالح ونصالح مناع والقيادات الموجودة في قوة الحرية والتغيير وحقيه هو معروف بين الناس منه قبل الصلاح قوش يعني ومنه كانوا شغالين معاو ومنه كانوا بردت فيهم وبدبر فيهم حدي القصة ما مرقت من يده ومن يدهم والقصة بقت ما مرفهم وين يعني لكن خلينا اسمع كلام احمد الضي بشارة ونعلق عليه وصل الجوز بتاع الموية ألف جنيه عشان بتاع البرادو مش كده عشان بتاع البرادو صح ولا لا؟ دقيت الناس بمبان وضربت الناس وقزيتهم وحتغلتهم وحلبتهم رصينهم وحسبتهم عشان بتاع البرادو مش كده بتاع البرادو لا لا متأكد لا انت بس نطلقني انت متأكد هذا الحديد اكترا لا والله انت بتراك ده عشانا كده في متاح انا خايف بتاع البرادو يكون صلح قوش شخص بالله العظيم. وحيال الله نخيب الموضوع ده تعريكم كله بتاع البرائده ده عظيم يصبح حاجة وشو نحن ما حارفين. نكون بيردد لنا في 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 ترميزة ونحن. والله هؤلاء الناس كويس ممكن تتوقع لنا ما يحاج. في امتى? فيا اخي الموضوع بتاع لنا. اذا عندكم جد جد امر اه اهناي. ادتوا الانتربول ده ما له ما بيحترمكم. ادتوا لكم سنتين بتكذبوا بتقولوا. اصدرتوا له امر. ما لكم ادتوا خاطبتوا هالعدي الجبضوعة. جيبتوا النشرة. جيبوها. نزل في الموقع بتاع النشرة الحمراء. نحن بعد ده ممكن نصدق كلامكم هنا في الموضوع ده. كويس. لكن ما بتقدروا تقدموا على خطوة زي دي. لانكم حتبقوا ما في ازا اقدمتوا على خطوة زي دي. لانكم كلكم كنتوا بتدرسوا تحتوا. لانكم كلكم كنتوا ابناءوا دربكم في همتى. ولما عدوا سوا ده. كلكم عارفين الكلام ده. كويس. واسي انا بس اهل وجه صالح. لما نكون في سجين في معتغل موقع في شندي في الثورة. ايام الثورة. شباب شير لايك شير لايك. ده السؤال ده لوجه صالح. لما نكون في موقع في شندي. ليه تم اختيارك انت طلقوك قبل ماتين شهرين. من رجوعك بعد اربعة وخمسين يوم. كويس. وانت زول آآ بحثي. وبيتقول خطورتك زايدة. وبيتقول وبيتقول. طيب مركت قبل اربعة وخمسين يوم. انا احمد العبد لله المسيكي من مركت ستة وتسعين يوم. كويس. انت مركت بعد اربعة وخمسين يوم يوم ليه? كويس. هل لما كنت في موقع في شندي وفي اسبعتات كتيرة على الكلام ده. هل لما كنت في موقع في شندي ما كان بتقابل صلاح جوش انت في المعتغل? لما تجي جمل مسألة تبقى واضحة. امشي كيد ليه ببلاغ امشي كيد ليه ببلاغات. في امتى? لكن انتو قايلين اقبضونا. هتشوفوا تتسرب المعلومات الحقيقية. اقبضونا عشان تتسرب المعلومات الحقيقية بعد ده. في انت? في غيرنا من النشط الان هيطلع يسرب اليكم على الهوى. كويس بلايف. خلاص? هيجي بليك مستمراتك كله ولقطاتك وحاجاتك كله. في انت? انتو بيتغشوا بنور بتكذبوا على منه. انت كنت طلعك صلاح جوش بعد اربعة وخمسين يوم من المعتغل. انت الان لو دارتك بضوزول ده جد جد. خلين شوف اسمه في النشرة الحمراء. ما شفنا انت كذاب وانت دار تكسب الجو. بعدين ما شفنا مسؤول ذات وطلع قال الكلام ده. ما شفنا بس خبر كده لا فيه. لا ما بحاجة يسي ما هناك. عديل يطلع علينا النائب العام. مش قالوا النيابة يطلع علينا النائب العام. ما يطلع علينا موظف مجهول. لا. يطلع النائب العام عشان نسأل سؤال واضح من الكلام ده. النائب العام المعمر مجدوع معمر موسى. ها? معمر موسى. والله يا جماعة انا اتفك مع الناس اللي قالوا مارجيني يوم الاحد الموكب القضاء. اللي هو انه يكون نزيه القضاء. وفي نفس الوقت اه يكون مستقيم. استغلالية الغضاء دي مهمة جدا. كويس معمر موسى داك ياهو مرمي. انتو ما هتم نيتو بيه ولا شغالين بيه. النائب العام. انت معمر يهودا هنا ما مرقته. تقول دار تكبه الصلاح قوش? هو الصلاح قوش قاعد يجي الخرطوم يتوا بتكبهدوه ما لكم? ايه ما تخشوا الناس وتكذبوا على الناس وتخضحوا الناس. ده كلام فارق سائل. انا احنا قدامنا سورة ما تشتغلوا بهم. انا احنا قدامنا سورة الان. انا احنا قدامنا شارع. الان قدامنا طروس. قدامنا رساتك. وشوفوا الايام والليالي والساعات. يا شوفوا لو ما دورنا. انتو قالين حكاية هزارة ولا شن? بعد دا احنا الان بنقاتل بعقلية. انه قاتل عمر البشير. الان احنا حنقاتل بعنف ذاته. في امتى? حنقاتل بافكارنا. حنقاتل بحناجرنا بهتافنا. احنا سلميين في النهاية وبندعو للسلمية وانا ضد الناس اللي بدعو للعنفه وبدعو للدمه وبدعو لغيره انا واحد من الناس بتمنى انه البلد تمشي بالسلمية كويس تمشي بالسلمية رغم المحاولات البائسة بتاعة البعسيين في انه يعتغلوا الناس ويعزبوا الناس ويشيطنوا الناس ويئزوا الناس ويطوروا ويجيبوا كواديروا ما اللي دربت في العراق عشان تستنفكت ناس وتاخذ منا يا سلام يا اخي في عملية بتاعة ازعاج حقيقي ده أحمد الضي بشارة وبقول لهم ليما قبضتوا غوش؟ وبوجه تساؤل إنو إيتو كنتوا كلكم أولا الصلاحة غوش؟ وسؤال وجهه لي وجه صالح إنو إيتا كنت معتقل في السجن لفترة وتم إخراجك من غيبة الصلاحة غوش؟ ليه؟ ده السؤال اللي بوجه ليه هو أحمد الضي بشارة وقال ليه أنت أطلعوك من سجن موقف شن دي قبل فترة والحصل شنو؟ وقال ليهم اقبضونا واسجنونا واحتقلونا وحنطلع المعلومات والملفات ابقى أحمد الضي بشارة فعلا هو يملك ملفات ويملك ما يعينه إنو يثبت ويثبت إدعاءات دي اللي حتى الآن نقول إدعاءات لكن على الناس وجدي بديل يحاولوا يفندوها لإنو منو كانوا الصلاحة غوش؟ ماذا كلام واضح؟ وهو أجزم بأنو من أخرج وجدي صالح فهو صلاحة غوش؟ ده غير الشراكة البينو بين صلاح منها والمعروفة يعني ما فيها جديد يعني فديل المجموعة القاعدة في الحكم واللي حقيقة ما هتقدر تصارع صلاحة غوش وإلا نحنا بنطالبون بالغبض على صلاحة غوش فورا طالما هو مطلوب يعني عشان العدادة دي ما بتتجزاء لكن ما في ذلك يقدر يعمل حاجة الحاجة الثانية الملاحظة وبشكل غريب جدا للأبواق أنا بسميها أبواغ الحكومة أبواغ لجنة التمكين الأبواغ اللي ما معروفة شغال اللي منه اللي هو زي المنعم سليمان منعم سليمان ده طبعا الناس حتى الآن بيطلعوا لهم منشورات القديمة اللي بهاجم فيها المزؤولين الحكومين ومواقفه الجديدة وكل يوم بتغير حقيقة زي ما بغير قميصه بغير موظفه يعني منعم سليمان شوفنا المنشور اللي بتكلم فيه بطريقة سمجة جدا عن إنه في مصادر أمنية خارجية تتحدث عن أنه في ردة رفيعة متورطة في أحداث شرق السودان وبالطالب بتأزيم الأمور يعني الواحد قدره ما يحاول يفهم الناس دي بتفكر كيف ما بيصل لنتيجة يعني منعم في البوست بتاعه ده أول منشور بيقول مصادر أمنية خارجية رفيعة المستوى يعني شخص من دولة ثانية رفيعة المستوى بتتحدث عن واقع داخل السودان وبقول إنه في أدلة على تورر الضابط بالغوات المسلحة يحمل ردبة عميد ويقدم كمستشار إعلامي في التحريض لتأزيم الأوضاع بشرق السودان ورصد مكالمات هاتفية له مع شخصية من الإدارة الأهلية من سدنة النظام السابق ظل يعمل على عرقلة الانتقال بخلق فتن قبلية لزعزعة الاستقرار وعودة النظام البائد ولم تستبعد المصادر عمل العميد بإعازة من آخرين في الغيادة شوف التلميه ده خصوصا وأنه ترك تورك يعمل في الخدمة العسكري حتى الآن ولم يحال للتقاعد رغم أنه من دفعة الفنيين 16 و 18 وهي دفعات أغلبها من الطلاب الإسلاميين تم تجنيدهم بواسطة التنظيم الإسلامي داخل القوات المسلحة حديث منعم ده في جانبين الجانب الأول أنه يتكلم عن مصادر أمنية خارجية رفعة المستوى معناها الرجل اللي عميل وبيد عامل مع دولة أجنبية ضد دولته وضد القوات المسلحة بتاعت بلده ودي جريمة كبرى يعني جريمة الثانية أنه يشكك في ردبة كبيرة في القوات المسلحة وأن القوات المسلحة برمزيتها كجيش هي جزء من الأزمة والتحريض في الأزمة المدورة في الشارق يبقى القضية من جانبين الجانب الأول أنها لابد من فتح بلاغات في منعم سليمان في أنه يثبت من هي الشخصية ومن هي الدولة التي تتدخل في الشأن السوداني الداخلي وعند أجهزات المخابرات بتعمل في الداخل السوداني لابد أنها تتعرف تبقى واضحة الجانب الثاني للقوات المسلحة لابد أنها تستوضح وتوضح أنه كيف هي بتعمل على تأزيم الوضع في السودان؟ وأنها كيف مخترقة في أجهزة أمنية وخارجية وبتتحدث في القوات المسلحة لو القوات المسلحة السودانية ولو الجيش السوداني سمح بالمهزلة التي يعمل فيها منعم سليمان والفوضى يبقى على البلد السلام هذه هي جريمة كبرى جريمة خيانة وجريمة عمالة وجريمة إساءة للقوات المسلحة السودانية لو القوات المسلحة السودانية ما اتخذت موقف مع منعم سليمان ومع الكلام التي قالنا عشان نعرف منه المخترقة الجيش والمخترقة الأجهزة النظامية والمخترقة البلدي يبقى دي كارثة تبقى دي كارثة حقيقية ننتظر ردة فعل الجيش والقوات المسلحة عشان نشوف هل فعلا الكلام دي صحيح؟ وهل القوات المسلحة بتسمح بالفوضى دي؟ هنشوف في الايام الجاية فاصل غصير ونواصل مرحباكم من جديد شوفنا عميث ما سميت بالحملة الغومية لمراغبة الأسواق وضبط الأزعار وشوفنا الجولة القام بها وزير رعاة المنسى الوزراء خالي السلك ووزير الداخلية الزدين علي الشيخ ووزير التجارة علي جدو شاركوا في حملة سموها حملة الغومية لمراغبة الأزعار أو لمراغبة الأسواق وضبط الأزعار وبدت بأسواق أمدرمان الكبرى الحملة دي علّق عليها وزير رعاة المنسى الوزراء خالي السلك وقال شاركت صباح اليوم دف المنشور بتاعه شاركت صباح اليوم في بداية انطلاق الحملة الغومية لمراغبة الأسواق وضبط الأزعار بزيارة إلى أسواق مدرمان الكبرى بمرافقة وزيرية الداخلية والتجارة والتموين وعدد من ممثلية جهات المشاركة في الحملة والمؤسسات المختلفة استغلنا بعدد من أصحاب المحال التجارية ومرتدي السوق حيث تقدمنا لهم الشرح الوافع عن الحملة وأهدافها وأهم الإجراءات والعمليات التي ستقوم بها الحكومة لإنجاح هذه الحملة كما استمعنا لهم بعناية عن جملة التحديات والصعوبات التي تواجههم إضافة لأهم الأسباب الرئيسية ووراء زيادة أزعار السلع وتغلبات السوق تقوم الحملة على تحديد أزعار تأشيرية لعشرة سلع أساسية يلزم التجار بوضع دباجات تحدي سعرها وتعمل الدولة مع مختلف الجهات لضمان استغرار أزعارها مهمة إنجاح الحملة الغومية لمراغبة الأسواق وضبط الأزعار هي من المهام التي ستبزل فيها كافة الأجهزة التنفيذية المختلفة لإنجاحها وستتواصل جهود وزارة التجارة والتموين بإجراءات مكسفة مع الشركات والمصانع ومتابعة السلع من إنتاجها حتى استهلاكها لضمان التأكد من جودتها وربط سعرها بتكلفة الإنتاج وهو الأمر الذي سيجد منها كامل الدعم والتنسيق هذا تعليق خالد عمر يوسف وزير رئاسة مجلس الوزراء لكن حقيقة هذا يتوضح إن الدولة عايشها أزمة فعلا حتى أزمة بتاعت خبرة ومعرفة إحنا شفنا قبل كده الصرفات اللي يعملها الوزراء شفنا حملة قام بها وزير التجارة والتموين اللي هو علي جده في أبو حمامة بغرض الأزعار وما أدراك ما الأزعار شفنا قبل كده الحركة القام بها خالد يوسف ومعه لكتور جبريل إبراهيم وزير المالية بزيارة البنوك بعد غرار تحرير سعر الصرف والغرار الشفناه والكارثة يعني الآن وشفنا الليلة زيارتهم وزير الداخلية وزير الرئاسة مجلس الوزراء ووزير التجارة وقبل كده شفنا الزيارات اللي يقوم بها وزير الداخلية نفسه لعمارة الدهب وغيرها شفنا الحاجات دي كلها لكن النتائج شنو؟ ما في نتائج ودي أخطاء كبيرة يعني إذا كانت زيارات دي بالطريقة دي من ابتكارات خالد سيلك أو خالد عمر يوسف وزير الرئاسة مجلس الوزراء أفتكر أنه ما زال هذا الرجل يتحدث ويتعامل بعقلية النشطاء فبالتالي طبيعي جدا أنه تكون هذه هي النتائج لأنه معروف بالضرورة يعني المعلوم بالضرورة أنه السوق هذا غابل للعرض والطلب أنت ما ممكن تزور السوق في الخارطوم وتفتكر أنك هكذا ستحدد الأزعار ولي ستحجم الزيادات دي لا لا كانت ممطية غير أنه ما من صلاحياتك ولا من صلاحياتك أنتو كوزراء لأن الأسواق بتخضع للسلطات المحلية والسلطات الولائية وانتو كمركزيين عليكم بالغوانين العامة والترتيبات العامة يعني إذا أنتو ما قمتو بالغوانين العامة والترتيبات العامة والإجراءات العامة فما تدخلوا في الصلاحيات البسيطة دي المرتبطة بالمحليات ولي انتو ما حتقدروا تعالجوا فيها حاجة يعني ما ممكن انتو كدولة يكون غراركم تحرروا سعر الصرف وتزيدوا وترفعوا الدولار لهذا السعر وتزيدوا الجمرك والرسومة الجمركية وتزيدوا أزعار الجازولين اللي هيبتن قول البضايع وتجي تلفوا في الأسواق دارين تحددوا أو تقللوا من الأزعار هذه عقلية بتاعت نشطة يبدو ان خالي السيليك بيفتكر انه إدارة الدولة دي زي الكواريك اللي كان بعملها زمان لما يطلع من المساجد وأيام المظاهرات وزيادة سعر الجازولين وزيادة سعر الرغيف وزيادة سعر السكر اللي كان بيعارض بها الحكومة يبدو انه خالي السيليك جاه لهذا منصب لنفس العقلية بيفتكر انه الدولة دي بتدار بهذا الشكل انه يمشي زور سوق والسعر ينزل السعر ما بينزل كده وما بتنخفض الأزعار إذا انت رافع الجازولين لألف وتلتمية جينيه الجالون إذا انت محرر السعر الصرف إذا انت عامل الدولار الجمركي قريبه ربعمية جينيه ونحن سلعنا دي كله تمانين وسبعين في المئة بيناستوردة وننتجه انتاج محلي الجازولين بيكمل لطرحيله ولانتاجه والرسوم والزيادات وغير وغير ابقى كيف تفتكر انك انت ممكن تقلل الأزعار أو تخفض الأزعار أو تطبط الأزعار بالعقلية دي دي إجراءات دي منظوم بتاعات إجراءات وبتاعات عمل ما بتخوف انت ببوليس ولا بإجراءات حكومية ولا إجراءات أمنية إذا كان سعر الدولار ربعمية جينيه والدولار الجمرك ربعمية جينيه وإذا كان الجازولين بهذا السعر وإذا كان الرسوم والعوايد والإجراءات كلها بهذه الأزعار طيب انت كيف تفرض من التاجر البسيطة أو التاجر الجملة أو القطاع أنه يحدد لك سعر بين مزاجك يعني صحيح في استغلال من التجار صحيح في جشع في حاجات زيادة لكن الدولة ده مشغولة إلا زي انتوا عايزين تخدر الناس أو تغش الناس أو دي حبوب مسكنة لكي الناس يفتكروا انكم شغالين الدولة والمعارضة تختلف كثير يا خالي السينك العقلية اللي كنت انت تطلع من المساجد وتكورك واسترخ وتهتف في الناس دي مرحلة هي تفرض تتجاوزها عقلك الباطئ مفروض تتجاوزها انت الآن في مكان المزئولية والمزئولية ده موضوع مختلف فحقوا المزئولية تكون واضحة القصص اللي بتعمل فيها دي لا بتخفض الزعار لا بتحل مشكلة غلاء بهذا مشاهدين الكرام نكونوا قد وصلنا إلى نهاية هذا اللغاء حتى جديد الملطقة في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة